اشتركوا في القناة في الجزء الأول من البرنامج مسائل الطاقة تهم تقريبا سكان العالم أجمع وتهم تقريبا كل الدول بما فيها الدولة التونسية وإشكاليتها مع ما يسمى الفاكتور انرجيتيك الفاتورة الطاقية بالنسبة لتونس وما تتكلفه كل سنة تقريبا هل أن يمكن أن يكون الهايدروجين الأخضر الحل لكل هاته الاشكاليات ما هو الهايدروجين الأخضر هذي اليوم ولا ما موضوع نقاشات عالمية هل هو أحسن حل هل ينجم يكون حل المالية العمومية التونسية هل هو حل غالي هل يمكن لتونس أن تستثمر في هذا الميدان بإعانات يأما من البنك الدولي أو من البلدين الأمريكية وهل يمكن أن يكون الهايدروجين الأخضر البديل النهائي للبيترول ضيفي وسعيد باستقباله وأحنا دائما باتسال مرة هذي أو المرة يجيب أحذينا البلاتو واحد من أهم الخبراء في ميدان البترول في ميدان الطاقة في تونس ضيفي هو عماد الدرويش مرحبا بك عماد شكرا سي مراد على الدعوة وأنا فرحان برشا لي أنا بحذيك وانتي من المتابعين للبرنامج والموعد هذي احنا واخذينه تقريبا عنا شهرين هكي وإخذينه عنا شهرين إن حب يعني بالعاني قلت لك هذي وإن حبك أنتي تصدقني في الكلام هذيه خاطر برشانات قاعدوا اليوم وعليه يقولوا لي آه أنتي اليوم ممشيت بحث مراد واحنا نكلموا فيك وانتي مجيش وانتي مجيش وما حبيش يجينا وطفيتنا وعملتنا قلت لهم هذا اللي راهوا الموعد راهوا عنده جي شهرين من اللي خديثوا مع مراد وانا كنت مش موجود في البلاد وموعد بتاع نهار اليوم كان متفق عليهم بك فعذرا الأصدقاء اللي نعرفهم أنا محبهم برك يعني لي أنا مثل عماد درويش كاوذيك هيا الميديات تخرج مرة أول مرة لازم تكون عندش كون في الواقع الموضوع هذي موضوع الهيدروجين اللي أخضر حكينا فيها عماد درويش في أكثر من مرة بش سميك عماد درويش بحبش حكي الدكتور والأستاذ وكل نخليك في عماد درويش والخبير زادة هي مستهلكة شوية بش نقول عماد درويش عماد درويش توينت سعرفوه في بعض التدخلات كخبير في الميدان البترولي في الميدان النفطي من أهم الخبراء أكثر من 30 سنة في الميدان هذي اليوم بش نختبروك و بش نشوفو هل أنه الخبير العالمي في البترول قادر أن يذهب إلى ما هو صالح لخير الإنسانية ولخير الأرض في وضعية بيئية كارثية دون ما نمشيه للنظريات متاع نهاية العالم لكن اليوم تقريبا نعمات قبل ما ندخلوا في صميم الموضوع فما الشبه إجماع وأنه اليوم فما نحباس حراري فما التغير منك حتى الشق متاع ما يسمى لكلماته سيبتيك بدأ يسكت ينتفي حتى في أمريكا وما أدراك في أمريكا الملاحظة الدقيقة وأنت منهم تحسوا أنه الرأي العام والخبراء بدأوا يكونوا واعين بما يحصل اليوم على أرضنا أرضنا الكل نحن ناول الحرارة في البحر قبل المتوسط معدلا زادت ستة درجات ستة نحن ناول حاجة كبيرة وهذا من جمش واحد يعمل البلانجان في الهوارية ويقول البحر بارد لا سيدي البحر معاش بارد البحر ملذذ في قليبيا وهوارية اللي كان واحد يدخل البحر يبرد يبرد دونك هداية ما فيهش لشك ولا اختلاف لا بقى فما الشق وانتي تعرف انتي تعرف ميح أمريكا فما الشق فما البعض يعتبروا لوبي اللي يكذب كل الأمور هداية ويقول لك حاجة عادية في تاريخ الإنساني لا هاتوا نقول لك وين الإشكال انتي تعرف على مر ملايين السنوات اللي فيها الأرض الأرض مرت بحقبات وين مستوى المعدل الحرارة ارتفع حتى الثمانين درجة دي سيك اللي قلوان دي سيك وانقذت بعض حتى المخلوقات مشي يقول لك اللي دينوزور مشاهوا انقرضوا انقرضوا في الكريتاسي ثم معروف الكريتاسي هذي اللي هو تقريب من ثمانين لارمعين مليون عام قبل الأرض كان مستوى الحرارة مرتفع ولذلك تلقى السخور كلها كربونية ما هيش ديدريتيك يعني وين الاختلاف رجال العلم يقول لك لا هذا سيكليك عند الأرض والإنسان ما عنده حتى دخل في الموضوع قطر قبل ما كانش للإنسان موجود فهمتني وثم لا الاخرين يقول لك لا الانسان هو المتسبب بالإنحباس الحراري بانطلاق التصنيع لذلك بالضبط لما تشوف انت الكرب متاع ارتفاع الحرارة تلقاهم يمشيوا باراليل ما بعضهم مكايا وهذا بدأت تقريب من آخر الستينات وبدأت الناس تحس انه المستوى الحرارة قاعد يرتفع على الأرض ويمشي معها قط قد من اللي بدأت الصناعة الكهرباء النفط والغاز وبدأت المتسبب في الإنحباس الحراري الثاني أكسيد الكربون دي أكسيد الكربون هذي ما هوش هو أختارهم لأنه ثاني أكسيد الكربون يعيش معنا تعرف البشر الإنسان يتنفس يستنشق الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون يعيش فيه في وسط في وسط البدن الإنسان لكن شكون يسهل لك السودو بالعكس للإنسان هي الشجر والغبات والأدغال بالضبط وهذا يلكل السودو أنه يحيش فيه إكيليبر كامل في الدنيا الكل صوفكو الإكيليبر هذا بداية تخلي علش لأنه اللي ساير مثلا في غابات الأمازون وفي أفريقيا الاستوائية من الفورستاسيون وتقليع السجر خلى الروايري متاع العالم اللي تتنفس بها العالم لكلهم بداية تمرض ولا ثم أكثر كربون من الأكسجين اليوم وهذا بالأرقامة مش رأي هذا هذا سيانس ستعلم هذا سيانتيفي كما نتحدث اليوم تقريبا في حدود أربعمائة وعجرة بيبينة اللي هو تقريبا عنده عشرين سناكة في حدود ثلاثة مائة واش اليوم العالم العالم الصناعي بما فيه الصناعي النقل الفلاحة الكل شيء يبعث ينتج يعني ينتج ينتج أربعين مليار تورناتا من ثانية وكسجة الكربون في السنة أربعين اللي هي حاجة عمرها ما صارت في تاريخ الإنساني هذا أكثر حاجة وصلت به تشوف العالم قد يستحق من سيودوه في اليونيفيرم مسحق مازال يسحق تقريب مازال يقبل يعني عنده قابلية أنه إلى أبسورب تقريب أربعمائة مليار تون معناته إذا كان نقعده على الريتم هذا عشرة سنوات أخرى سيئة الأرض تنقرض الحياة ستصبح مستحيل بالضبط هذه زادة بقى هذه فهم مشكون بشي تامك بشي قولك حتى اللوبيات متاع يحبوا لقولك يقولوا هذية مبالغة وكل خليني نستفزك في دقيقة بعض من اللوبيات اللي تدعي اللي هالفكرة هذه ضد التاريخ والتاريخ الإنسانية مستنسب بارتفاع الحرارة وذوم لكل مناظلين بيئيين متطرفين وكل بعض اللوبيات هذه مولدها شركات البترول شركات البترول اللي أنت جزء منها أنا والبترول هكا استفزيتك شوية ونحب الاستفزيت هذه خطر كتاب سهلك المأموري هاي جاو هكا جاو بك بسؤيل مع التذكير اللي تفرجوا فينا على اليوتيوب وعالفيسبوك وهم كثيرون شكرا على الأولاد في الديجيتال يعني مهتمين الأولاد شوفوا هذه الشانجمات التمبراتور برافو شوفوا الأرض كيفاش تقريبا في السنوات الأخيرة زادت هذه المناطق الحمراء والبركدنية اللي زادت فيها الحرارة بأكثر من سبعة درجات جاوبك في سافيسة اللوبيات اللي تدعيلي هذا الكلو اللي احنا نحكو في كله كله كلام فارغ مش نجاوبك مش نجاوبك اليوم 2023 شكون أكبر المستثمرين في الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة يقال شركات البترول مش يقال شركات البترول والطاقات النظيفة والمتبدأ والمتجددة عند عشرات سنوات موجودة أما ما سايبتش في البترول سمحني هذا سؤال ممتاز الشركات البترولية للطاقات المتجددة موجودة عندها جيمية سنوات ما ولا عندها قيمة وحطت فيها فلوس الاستثمارات إلا ما دخلت فيها شركات البترولية بح لذلك أنه شركات البترولية هي ضد هذا الضيج ضد البيئة ضد البيئة وهذاكو شي أكبر انديسترية في العالم هي نفط والغاز هذا متفق عليه والدبال يتحكي فيه يعني راهوا في أمريكا مئة سنة لتانية يعني يعني تجم تسب واحدة ما ما تقولوش راك أنت يتوي بوليور في أمريكا ضد 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 في أوروبا متقدمين متقدمين لكن الشركات البترولية كلما اليوم أقتنعت اللي ما عندهاش حل آخر لكن اشتخدم للشركات البترولية تقول لكي يباهي ننتج البترول أما معاش تخليلي ثاني أكسيد الكربون يتلع في السماء كيفير يريكو بير بتقنيات بتقنيات ويعودوا يرجعوه في القاعة ويقول لكي أنا نعمل ستورج يعني جولو ستور في القاعة ومصي جميعنا ريقر للاختلال يتبدنوا ويعودوا تخرج وهنا وقت اللي حاشت به الموضوع موضوع الـ Green Hydrogen العالم الكل يحكيوا لي هاو اسمعوا بعض الوسائل الإعلام في العالم تتحدث على هذا الموضوع قلنا اهتمام تقريبا بهذا الهدروجين كما عديوش المختلف بالفرنساوية تعدى اخيرا في قناة الفرنساوية يحكي على على فرنسا كيفش قاعدة تخدم في الهدروجين فير هاو اسمعوا هنا اهتمام تحديد موسيقى 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 متاع اليدروجين الأخضر وهل هناك إيدروجين أخضر مقابل إيدروجين غير أخضر نعم هناك يعني دات مفرقية اللي هي مفصلية اللي هو في الكوردو باري في الكوردو باري تخذت زوز قرارات قالوا أنه العالم من هنا إلى 2030 عليه أن يخفض من إنتاج ثاني أكسيد الكربون بـ 50% والدات الثاني هو في 2050 على العالم أن يعمل على أنه إنتاج ثاني أكسيد الكربون يصير 0% على خاطر إذا كان ميصيرش هدايا من هنا إلى 2050 الحياة بجميع ستصبح حاجة صعبة على الأرض هذا القرار هذا القرار تعلق الأمم المتحدة إلى كوردو باري هذا ما القرار ما نعمل وما نحيو سيود لذلك يشوفوه منين يجيه حقول النفط إنتاج الكهرباء بالفول وبالغاس النقل الكربة كنتي اللي شاب ما يخرج السيود تلويث الكراح النقل والطائرات القطارات والكيران والكيران وكذا هي مثل تقريب 25% النقل الفلاحة هنديكش فكرة قديش 20% من انبيعثات ثانيوكسيد الكربون لفلاحة والبوفين والعلوش أكثر منتج للسيودور هذا موضوع آخرين نحن نقول لك أنا بالحق نعرفوش قالوا العالم كل واحد يكنس قدام داروا أنتم جماعة القيز ورينا جمعة الكهرباء جمعة الفلاح جمعة جمعة سياسة العالم في تمويل هالمشاريع الكبرى قالوا لهم راهوا هذي رأوا يطلب إمكانيات لكن رأوا ساعة الكهرباء إذا كانت تقول يركوبيري سيودو بش نعمل استثمار زايد بش نعمل أمباكت على السعر متاعه يعني السعر بش يطلع قالوا لهم مش مشكل خلي يطلع لسوية متطلع كل شي لكن نحافظوا على الأرض باهي سيمورات هاي ألور على الاربعين مليار طن مثاني أكسيد الكربون مثاني أكسيد الكربون اللي هو منتج في السماء واحد منهم واحد مليار على اربعين المتسبب فيه هو اليدروجين واحد على اربعين دوك اللي بش تحكيو فيه طبعا هنا سيمورات سي أنسور كارونت اللي هو اليدروجين متسبب في الانبعاث ثاني أكسيد الكربون منيق علاش وين نستعملو فيه احنا اليدروجين في حياتنا طبعا هنا بحياتنا اليدروجين هو حاجة مهمة لكل ما هي صناعة البيترو كاميوات والأدوية والزنغري يعني العسمدة الحديد والصلب والنقل هذا وين نستعملو اليدروجين يعني مني نجيبو فيه نجيبو فيه من الغاز الطبيعي نفسروا لنس اليدروجين أو الغاز الغاز اليدروجين هو غازي هو أكثر غاز موجود على الكون في الكون الكلو ترانسبران ترانسبران انكلور ينودور اللي تحب أن يخفيف وضعيف وكل شي فيها نسول الإلكترا وإذا كيلعب له الدور مشبهي يعني بحياتنا نحن تخل تفاصيل كال فورمولا كيب أنا بيدي مشوالي ما نفهم مشكل دكور 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 اليدروجين هذي كله جاي من الغاز الطبيعي الحقول للغاز يأخذوه الغاز هذيك يسخنوه يضربوه بالفابور الموليكول متاع الغاز يدخل فيها الماء يخرج اليدروجين واحد ويخرج سيو دو مع ثانية أكسيد الكربون نركوبير اليدروجين ونسيبو الثانية أكسيد الكربون في السماء وفي دكور هال العملية لكلها كنا نفيوها قبل كنا نفهم ما نفيو هو مش كسبيع هو كولاترال باي برودكتر متفاهمين هذي كله مراد يسيب مليار طن في العام بما أن احنا عارفينه جاي من الغاز الطبيعي وعارفينه يقول لك يا سيدي تجربش تحيل هالمليار طن ما سيودوهم من الطبيعة تقول يقول لك هاي خاطر عندي ايدروجان آخر نجم نصنع بطريقة أخرى اللي هو اللي هو اليدروجان الأخضر مثلا اليدروجان الأخضر كناخد دابوس الماء هذي هاي ونحط فيها كوران إلكتريك نعدي كوران إلكتريك هذا قريط ورأك أنت في التروازية ماني سيجوندير دكار ونحط دوز إلكترود بزيتيف ونيغاتيف أكترود تطق على تكسير الموليكول مثل هجدوزو مثل الماء اللي فيها إيدروجان وإكسجين يخرج ديبول هكيا الإيدروجان واحده ويخرج ديبول الأكسجين واحده هذي على خطر ثم كوران إلكتريك تعدي الماء إذا كان كوران إلكتريك هذي جاي من طاقة متجددة نقول الطاقة الشمسية ولا طاقة الريح الإيدروجان المنتج هذي يتسمى إيدروجان أخضر على خطر في إنتاجه مطلة حتى كيلو سيودو واضح دعني نفسره للناس يسمعوا فينا النجم نعمل الإيدروجان هذي اللي هو يولي طاقة في حذيته أما النجم نصنع الإيدروجان من غير ما نستعمل من غير ما نلوث الطبيعة نستعمل طاقة الشمسية ولا طاقة الريح لزيوليين أو الزوز اللي معفوه عند الطاقة الشمسية يعني نعمل إكران سولير إكران مش إكران يعني بلاك سولير باللي بلاك سولير نعمل الطاقة وطاقة ذي نكسر ونجيب بها الإيدروجين الأخ وبحذي شوية أكسيجين يفاي يعني تولي كانك عملت مع الإيدروجين وعملت وزراعة غابة بحذي شجر خطر هذا يخرج في الأكسيجين وبعد تحب تردوا اقتصادي تركوب الأكسيجين وبيعوا زيادة حتى شكون أكثر بلاد متقدمة في إنتاج الهيدروجين الأخ اليابان هم الأولين اللي عملوا الهيدروجين الأخ لكن اليوم بالفولوم هي أوروبا كلها الاتحاد الأوروبي ونصور ألمانيا هي ألمانيا تدفيل هي ألمانيا لكن فما مشروع أوروبي يمثل الاتحاد الأوروبي يعني فما تقريبا فما نوع من الإجماع الأوروبي حول الأولوية هاتي ريتم 82 مليون طن إيدروجين تسحقهم من العالم ثم 12 12 برك حشتها بيها أوروبا هذو ما تعود سألك فيه سودوس تقريبا تقريب حشت بيها أوروبا أوروبا عندها دويات عندها باسف وبايير والزانغري والأسمدة وهذا يعني صناعة كاملة رأي موجودة تخدم بالإيدروجين اليوم يأخذ فيه من الغاز الطبيعي من البايبلاين من روسيا من يش عارف شنو اللي هو ملوث اللي هو ملوث يخرج السيود يخرج ثاني أكسيد الكربون الأخضر ما يخرج سؤال ينجم يفهموه التوينسا فما قرار أوروبي جلب الانتباه وقيل أنه ثورة بيئية هو أنه بداية من عام 2035 ما عادش فما سيارات على السوق الأوروبية إلا ما يسمى الموتور تيرميك يعني للتخلص من البترول للمرور نحو السيارة الكهربائية أو السيارة اللي بشتخدم بالإيدروجين شو الفرق بين الغدوة نجمو ننجو على سعيد عالمي المواطن حتى في تونس تصلوا كرهبة تخدم بالإيدروجين وفيابل ويلقى كيفاش يعبي لها يعمل لها بلان رخيص كان مش رخيص ديزان بأسعار مقبولة ممكنة هذه شوية الميكرو ويا سعيمات تعال كيفاش سعيمات أقعد معايا خلينا نعديه الإشارة خطر بيدنا يجبنا نعيشه وبعد نرجعه معاك ومنقصش عليك عندنا أجندة الاتحاد الأوروبي حاول سيرات الثانية من الإنجليزية دون ترجمة فسرت أنه الهيدروجين هو الماجيك فيو الذي بترجمة من الإنجليزية للإنجليزية يعني أنه الهيدروجين يمكن أن يكون الحل اليوم الطاقي بالنسبة العالم أجمع وفسرت لنا وفسرونا هذا كان مشتق من شريط الأمام بتاع CNBC تقريبا عشرة يام التالي حكيوا على الموضوع وقالوا وأنه ينجم برشا مشاكل وكيفاش وأنه ينجم ننجو الهيدروجين منطقات قرار الاتحاد الأوروبي واللي يمكن اعتباره من نتائج مؤتمر باريس ولو أنه فاجأ العديد حتى من البلدان في السرعة متاعه هو أنه أوروبا ابتداء من سنة 2035 ستتخلى على المحركات الكلاسيكية بش نفهم الناس بالعربي الموتور العادي متاع الكراهب اللي لوث وليمشي بالليسانس ولا بالسانبلون ولا بالديزيل بش يتم تعويضه ابتداء من 2035 موتور ترميك أو إلكتريك أو باليدروجين ما عادش يلوث البيئة حاجة ثورية في تاريخنا أكيد لأنه النقل كما قلت لك سيموراد قبيلة في التقديم يمثل تقريب 25% من أسباب التلوث اللي هو ثاني أكسيد الكربون من الشاب موطة الكراهب يعني فبالتالي كما قلت لك كل واحد ينظف قدام دار وقايش مع النقل تجبوا تعملون نقل كله والكراهب والكراهب والمواطن يشري كراهب بالنسبة لي الكراهب قبل ما تسمعون أنتم بالسيارة هيدروجين خرجت السيارة الكهربائية الفاتوري إلكتريك أنا يعرفوها توين سليسافروا شوية حتى ما كعبات نجم تسميوها مثال فيها فيها زوز حروف لولا ام والثانية الكراهب الكراهب تكلفتها غالية واحد 50 ألف دينار نعرف الموضوع تكلفتها غالية ثانية حاجة أكثر من تكلفها أنت كي بش تحطها في البريز بش تشرجي كراهب تشرجي الكورون اللي عندك في البريز مني جاي ما هو شنظيف جاي من مش شربون مش شربون ليه من الكورون ما لقاء احنا في تونس في الغاز ناتوريل هاي اما فاهم ليس تنتش الكورون بالإنرجي فوسي لكن احنا في تونس بالغاز التبيعي أكثر ومعظم المسنوعين في الصين البابور اللي جابها مصين حتى التونس لوث قد ما تلوث دوريد فيه بتاع الكرهب هو بنفسه يعني شامع منا صب بنا هذا يمكن مبالغ فيها لا لا غير مبالغ فيه في دراسات بالكيلو بالواحد ما هو قطي نقص لا البطو شنو البطو يلوث قد كرهب اي خطر يخدم بالديزال معنى يعمل مصين التونس يلوث قد شرر يمشي شرر شوفوا قديش من ترناتا غلبتني فيها لا لا انا معاك انا معاك اما رقم انا ما عنديش انت قد مجيبش لرقام انا ما عنديكش لرقام اما مؤكدة عميد بش خطر عقل برش مواضيع شعليك ليدروجين بيه سيارة ليدروجين هي كيما كرهبة الكتريك اي ما نحطوش في قرون في البريز بش نحطو ليدروجين بش نعبيوها باليدروجين اللي هو كيما القاز اللي هو قاز اما هي إيدروجين تبقين يوقعت خمسة دقايق بش نعمل بالكرهبة خمسة كيلو دكتور كيفاش العملية تصير مش قبيلة قدتلك ما نحط فيه كورون يكتريك يخرج لأكسيجين واحد واليدروجين واحد طو بش نعمل العملية بالعكس يعني نجيب لأكسيجين نجيبه من الهواء واليدروجين اللي عندي في الرزيرفوار ونخلطهم في بعضهم باتري يعني فيه لسأل فمت كيفاش بش ينتج الكهراء كورون يكتريك تاك 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 أنا حبي تمشي معاك في مسألة أخر بش ناس تفهمنا اليوم مثالش نعمل شوية بيوب وتنج تعطينا ماركات اليوم هل أنه ثم ماركات عالمية في الكرهب قادرة بش تنتج ملايين الكرهب اللي غضوة بش يجيو للسوق التونسية وليمشيوا هي الطيوتا اليابانية وبعد هونداي الكورية وبعد توا بدأت في فرنسا رونو عملت سيارة هيدروجين تتصور وانتي تعرف منيح الميدان أنه ممكن من السبعة ثمانية عشر أسنين الأسوام تاك الكرهب في الماركات اليابانية الفرنساوية والكورية بنجم تولي في متناول الجميع ولا صعيب دعني نقول لك شو المشكلة بشتفى من أنت عليش لسون اليدروجين يجب ريزيروار بشتعبي فيه دونك فولوم إذا كانوا عندك ريزيروار كبير دونك تجب تحط اليدروجين بأريح هي وكي يبدأ الريزيروار صغير ختلك رهبة صغيرة هي دونك يمحكوم عليك بشتحط اليدروجين سوف تضغط عليه بشي دخل فيك الوليوم اللي عندك كي يولي اليدروجين مضغوط عليه يولي سو پرسيون كبيرة حتى 700 800 بار دونك يولي نجم يكون سبب خطر لترين لكن كبير عند كميون والبوس والترين والرزيروار يتونجيك لذلك نجم يحط اليدروجين لا يوجد دونك وقت يولي لديه حتى مشكل يعني لو كان بس كنس تسمع فينا صنع الكراهب صغار بالهدروجين فيه مشكل ما قدش فيه مشكل المشكل المشكل معنى إذا كان حلينا المشكل هذية أنا أعتقد أنه سيارات ماشية وتنخص لكن شكونا اليوم ما شاهد الدين هم الكبير الكبير عليش خطر عندهم إمكانية باش يحطوا برش هيدروجين تحت منهم دونك ما هوش فيه تحت ضغط عالي دونك ما يمثل حتى خطروا حتى شي ودو أمريكيا وألمانيا يحبوا يطوروا النقل التراسر بتاع سلاع عرفت وذلك الكل بشوالي آيدروجين حتى الكهرباء يصب ما يعرفش هنروحوا هذك اللي صبوا الكهرباء أكحل وأبيض أجري ونظيف ونمش نظيف دونك راي حرب شعوى حرب على كل على ثاني أوكسيد كربون تماشي ما نوصل لألفين وثلاثين أنا طيحنا خمسين في المائة من من غازات الملوثة والسامة اليوم هل أنه الصناعة العالمية صناعة صناعة الصيارات وهو صناعة يعني من أهم الصناعات قاعدة تعيش في نوع من الثورة الكوبرنيكية سمحني هزيتها اللي خليت أنه الموديل القديم بشوية بشوية سينقرض أم أنه كما قاعدين يقولوا البعض مثلا السيارة الفوتوري اليوم تطرح إشكاليات لأنه الباتري ضر بعد ما بدينا نجربه فيها ضر أنه هي زيدة فيها مشاكل بيئية معنا منقعدوا حلقة صعبة حلقة صعبة هو مشكلة مشكلة هو في دي 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 رال رار رار يعني فهمت ليت يوم و و راديوم يعني برشة هذين نحكيو على السيارة الكهروبة اللي مصموعة اليوم اللي بالباتري اللي بالباتري فاليدروجين ما عنيش المشكلة هذي لا ثم اللي ما بروblem حطر حاشتوا بباتري يعني والرشيرش والعمل كلهم بتاع شركات السيارات هذي شنوما اللي ماتريو اللي مش نستعملو بوركل الباتري هذي نلقاو الماتير نلقاوها موجودة على خطر الميار يعني يعني يحل مشكلة التغول بعض الدول في إفريقيا على خطر اللي ميتورار غادي كموجودة في إفريقيا اللي رانيوم وانتطار دانك سيانسير كل في سيوف همتني دانك كيفاش نجبو نعمل باتري أقل ملوث أقل ملوث ممكن ويستعمل يعني الماتري يعني الماتريوتير ذي بأبخص الأثمان تمشكون يقول اللي تيوم اليوم وبعد باتري اللي تيوم وقت تتلوح هي ولي مشكل متاعهم في رمون تعال قديش يسوى قديش في توقعات في الأجندة متاع ناس اللي تخدم وإحنا برنا مجلس معنا أجندة في الأجندة متاع كل من يعمل في ميدان الـ 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 حجم المعاملات في السوق العالمية في ميدان الـ الـ إذا كنت تعرف الكيلو الـ متغير معنا الـ 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 14 الـ تصنيعه في أوروبا اليوم في حدود خمسة ستة أوروات الكيلوغرام تصنيعه أنا مع بعض أصدقائي يعني مهندسين كيفي عملنا دراسة على تونس كاملة استثمرناها من فلوسنا الخاصة معتعنا حتى حد حتى حد معتعنا دينار مش عملناه لأننا أحنا كانت عنا فكرة أن تونس تجم تكون أول مصادر ليدروجين الأوروبا هو أكبر سوق أو المصادر في العالم للسوق الأوروبي أول المصادر الأول هو أوروبا ممن تشري؟ تونسش وبدأوا يجابوا وتعمل من يجابوا أوروبا لا يجابه الأوروبا يجابه أمونياك بشتور بها شيعاننا أحسنا الأوروبا تنتش حالياً في اليدروجين تقريب 14 تقريبا. مش تنتج تبيع فيه. اه هي هي تبيع. عملت دراسة على تونس. عملنا دراسة على تونس. لقينا منه انه من اجود الاسعار اللي نجمو نلقاوها انه نجمو احنا نسنعوه انتي و المنطقة اللي احنا فيها ما بين ثلاثة و خمسة دولارات للكيلو. دكار. لذلك احنا كنلقاوه اموين باش نصدروه ليدروجين لأوروبا. نكونو يكون تحل علينا سوق كبير ياسر متاع اكسبور متاع عملة صعبة تجم تدخل للبلاد. متاع تصدير. متاع تصدير. عملة صعبة لكن صنعوه لهنا وانبيعوه بسعر متفقه عقد طويل المادة كما ننتجو في الغاز وفي البيترول وانبيعوه فيه. وفيه مردودية. اول حاجة يخدم لك برشعبات. ثانية حاجة بش نعمله عليه. امبور ودفانس وكاذا. ولكم سديد النظر. تصدرو تصدرو التماتم وانا تصدرو اليدروجين. نحنا نصدروش تصدرو في الزيت. نصدرو في ايه تماتم المعلبة. اليوم مستهلك المياه يعني. لابا احنا نصدرو في. ليه احنا نصدر اطماتم المعجونة. ايه اوش ايه فضيحة أخرى مش لازم نحكيه شكون جيبه لبوطاج هذي وشكون عنده القطاعات قديش يتكلف استثمار كيف من هكا بالنسبة لتونس قديش وقته ولن هذا مشتاعة أشهر هذي متاع السنوات احنا عنا شوية تاقة شمسية يعني عنا آليات متاع انتاج متاع تاقة شمسية كهربية متاع شمسية عنا شوية أوليان لكن البلاد تبدو اليوم غير مؤهلة باش تنافس بلدان أخرى تنتج في الهيدروجين قديش يتم الاستثمارات قديش يزمو وقت وتقريبا نحكيه وعلي كالفورشيت معنا فيه شوف البرجوجي والبريامبي لانه ما ممشيش به على كل حال ثم مش جاوبك بالأبسورد ثم مشروع بشي يربط كهربائيا تونس بيتاليا مساهمة فيه البنك الأوروبي والبنك الدرشكون والبنك الدولي وكذا بشي يفاكوتي 800-900 مليون بشي يتعدى تحت المتوسط تحت المتوسط كهرباء بشي يصدر بمقتضاه 600 ميجاوات كهرباء تونسي ونين يمشي يجيبوه ما ذو ما هذا مسر وعروبي ليه كهرباء تونس ما فيهاش امكانيات كبرة ليه كتلك معنى معنىش تكنولوجيا اليوم ليش حاضرين ما حتى واحد تعرفش تقولك البروجيه أنا بشي يجيوه بك عني تلحبه 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 سنوات ولا حكرا فمكا البريكداون كيفيش عام ونص وعام ونص برا يجري مع الإدارة بشتاخذ الرخص ايها وسهل تلك هذه صورة كاريكاتورية وهي قريبة من الواقع نحن لعام ونص مع الإدارة هاتوا نورمال مو الإدارة تسمع فينا كيفيش يقولوها تتفاعل معاك شو يلزم نبنيو شو يلزم نعملو كونكريتمو هما بشتجيو بك ببارل أبسور نالي لعاجونا يلزم نقول على صفحة حاننا نسمع عاجبش تفهم الديراسة متعك شنو تقول بمضابط اعملت لإماراتشن وكيفيشو سلطلو الرقم ذك اعمنا دراسة ايه كيفيشو سلطلو конкретما الكلفة مني نجي الكلفة وقت تعمل بأمشروع إدروجين ستين في المائة تاقع متجدد كوب بتاع ثلاثين في المائة اللي هو الإلكتروليزورة كالتحليل لتفكيك الموليكول والباقي جيني سيفيل وعرض وكذا وما هذا كيفاش التحليل متاعه إن سنترال تنتج في الإيدروجين هل يمكن أن يكون استثمار خاص أم استثمار عمومي ما ينجي ما يكون كان خاص على خطر يستهلك فلوس يأكل فلوس برشا وثانية حاجة اليوم الممولين في العانة في المشاريع على الإيدروجين ما ثم كان الخاص ثم حتى الدولة تنتج في الإيدروجين ولو هبش نسمعك مرة أخرى إكستري بالإنجليز ترى أن نسمع سي بلينكن سيد المخر part of what you have in the budget before you is an assistance plan that is calibrated on the realities that we face in Tunisia now but with the ability if President Said moves the country back onto a better track to provide additional support for Tunisia going forward at the same time I think the most important thing that they need to do is to make themselves fully eligible for support for the international financial institutions بيه هل هي سلام توني بلينكن هماندو عطالك أبلي هل هي جبدنا في موضوع لكن يقال في الكواليس أن أمريكا من البلدان اللي مستعدة أنه تمول أنه تكون حاضرة في مساعدة تقنية لوجيستية لتونس إذا كانت تمشي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ما سمعتش كلمتي ليدوجين الأخضر لكن أنا في قول بلينكن لكن نقول لك ثم 32 مليار دولار حتتهم الولايات المتحدة لما يسمى العلاقات البلاترال ما بين أفريقيا وأمريكا ويعني الفون هذا كان موجود من وقت حتى أوباما وللأسف أفريقيا كانت غير قادرة أنها تجيب مشاريع في وقت أوباما لتمويل هذه المشاريع وراجعت الفلوس للتريزور أمريكي اليوم بايدن وقت اللي عمله الاجتماع والرئيس التونسي مشاهل أمريكا قال هحنا هنحط 32 مليار على ذمة الدول الأفريقية جيبوا مشاريعكم وإحنا أن يبريها في نونسي يقال فما توجه أن أمريكا تنجم تعاون مثلا تونس والبنك العالمي وإنتي كنت في اجتماعات بتاع البنك العالمي مستعدة أن نتمويل مشاريع في بلاد كيفما تونس في ميدان الهيدروجين على كل حال البنك العالمي يمويل الكابل الإلكتريك اللي ما بين تونس وإتاليا بصفة كبرى والبنك الدولي قال في البرس ريليز متاح أنه مستعدين بشعارة تونس في المشاريع الانفرستركتورة وخصوصا الطاقات المتجددة والأيدروجين الأخضر اللي أصبح اليوم في الأجندة بتاع البنك الدولي والبروجيات الانفرستركتورة والطاقات المتجددة وخصوصا القطاع الخاص والقطاع الخاص يلزم تهيئة أرضية كاملة باش القطاع الخاص ما أقولش القطاع الخاص عالمية شركات عالمية زي ما نجي دي ما احنا نتخباه ورا الكادر جوريديك معناش كادر جوريديك من ما عنديش تقريب قبر رمضان بشهرين ثلاثة كان جاءت دولة كاملة بيطمي تميميها الهناء لتونس وعملت مؤتمر ما هي إمكانيات إنتاج ليدروجيات الأخضر في تونس للسوق النمسوي جاءوا تقريب 50 و60 رجل الأعمال هنا وعملنا يوم كامل كان ردا على زيارة أنا كنت سهمت فيها في في النمسوي في النمسوي بيه والله من يوميا تفقدت جمعه ثم يودي باش نو الفولواب شنو اللي سارة من بعد ذاك وشي قالي والله هاو المسارة نها الكامل هم ما بعثونا إيجا وحنا عنا إمكانيات وهو عنا قادر قانوني وجي نعطيكم من يتحبوها ستراء ستراء أنا جاوبتك اليوم تقصدوا أنه الحكومة الحالية حكومة مدام مدن ما عنديش وعي بالتوازنات العالمية الجديدة في ميدان التعاون الدولي والتشجيع الخواص في الاستثمار في الطاقات المتجددة نحن غائبون تماما من هاته السوق موضوع الطاقات المتجددة ده ما أرجعش لحكومة مدن اليوم تونس مجموع إنتاج الطاقات المتجددة دفاعها لا يتعدى 3% في الميكسي نيرجيتيك في القرن 21 2023 والموضوع هذا كوميلي يعني تقريب عنده 20-30 سنة دونك 20-30 سنة أرجع لتالي قبل مدن بودن ومطلقاهم حتى واحد ما كان يمن بالتعاون المتجددة ده عرفون لي حانتي لفما ملف في الستيغ في لوب نقابي معناها قاعد يعطل تقريبا في كل النواة والمشاريع الحكومية الموجودة في السنوات الأخيرة هل يجب أن يفصل بصفة قاطعة وبتدخل كاسح رئيس الجمهورية هذا الموضوع اللوبي اللي قاعد يمنع مستثمرين ستتذكروا بعد لابل دوفر متاع 2017 كمين شغال الموضوع أصعب من اللي أنت تطرح فيه تقو أكثر تعقيد أكثر تعقيد من اللي أنت كنت تقول فيه بطريقة سهلة الموضوع ما هو حكيت أنه نقابة الستيغ هي كي بلوك وقت لتعاملوا في وقت باللوقات وخرجوا لكي تشارج اللي يعمل في لكي تشارج ليتعمل فيهم الوزارة الوزارة هي اللي تخرج لكي تشارج والأبيل دوفر والبروسيوس هذية بش توصل من نهارة لتتعمل لأبيل دوفر اللي ينتخذ هذية يوصل حتى العمين تقريب يعني شيء شبال كذب وقت للوزارة تخرج وحدها في لزابل دوفر وهو عن عشرة ميجا وعشرين وجيب وزام وكذلك نهات لصبت الناس لبريم متاحة أسعارها بالضبط واحد حتى سبعة واختى حتى ثمانية واحد عاد تسعة واحد عشر سانت في الوالم ميأ وسبعين فرنك الكيلو واتر جيت الستيغ قالت لهم قريتوا حساب النقل ترانسپور بسك الريزوم تعال الستيغ والريزو الستيغ استثمرت فيه تعمله في الانتروتين وتخلص عليه وا 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 بربي فاك ال 150 فرنك وال 170 فرنك اللي انتم حضيتهم قريتوش حساب الستيغ في الريزو وتلك كانت المفاشئة الكبرى يعني كانوا يخدموا في زوال مختلفة وقع البلوكاج هادي قاعدت تتحلحل بعض الواحد اشنون يصار اخذت الوقت الحكاية لزودوا البروبلم الاسعار مثل المتير برمير بعد الكورونا والحرب في أوكرانيا وكذا اللي كان بمئة ولا بمئتين ولا هيك الاسعار اللي عملوا بها هوم 150 فرنك الكيلوات والات ما عاشي خلص طوم الشركات هذي كلها معظمها منعرش خطر أنا منخدم حتى واحد فيهم ولا المثال الكلام يستطيع رينيغوصي البيترول عطيني شكونوا السيد اللي في تونس اليوم ينجم رينيغوصي البيترول هل أنه خروج رئيس الجمهورية منذ تقريبا شهرين ونص وإعادة حديثه عن القضية الشهيرة متى حقل البوري مبني على قراءة محينة لما خلينا نقوله للوضع القانوني والجيولوجي لحقل البوري أم في رأي قراءة الرئيس بعيدة على الواقع وتقريب شحن زيد ومش في بلاستو العلاقات ما بين تونس وليبيا والله على هذا لا يوجد رأي في الموضوع أما أنا اللي نجم أقول لك عنه إنه المشكل إشكالة متى حقل البوري وسمعتك مرة عملت بلاتو برنامج كامل عليه كما هكا يوم ثبت وكذا وطرقت حق من الجوانب القانونية متى واحدك وشي لكن ثم معطى مهم أنت ما جابوا لك حد الخط ما تماش عليش بجيبول يعني لن يكون عنده ممكن عنده شرطي لعف الموضوع السبب وقت لأحنا في أول السبعينات تقريب 75 أو 74 كان ثم شركة فرنسية نتعم فلستيك شيف في خريج جابس فلستيك شيف ثم المسح الزلزلي نتعمل للدولة التونسية وعملت لها مطلب قلت لها راني انا البلوك هذي الكنسسيون اللي عتت هذي نحب نعمل عليها اكستنسيون حب نطولها نحب نطولها في الليمين وقتها صارت اك المشاكل ما بين تونس و ليبيا يمات بورقيبا وكذي بورقيبا وقتها كان بربي مدخلوناش في مشاكل ما دونك ما فممكاني اللي لارت هذي كتيب على ليبيا والجزء من الحر اذي كي ستيو كيستان دو 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 ديج يعني فامت دو دو ما ما صارش اشنوني زار او المقال م infraتقالش في الحسبيبとうك ان هذو كم مشيو الليبيا وطلبو المنطقة هاي دكور وشنوني كان الحكومة اللي علي الجل عتاتهم ولكن هذي في فى 74 سبع وسبعين وسبعين خب ستة وسبعين اربع سبعين هكيكة تقريبا lambda منذكارش هوا اشتارت عام ثمانية وسبعين وقاعك تشعر يعني ليبيا عطاتهم امكانيت عطاتهم بلوك في حين أنه مش متأكدين أنه البلوك هذي كتابع المياه اللي بي ولا بروف إلان جميع ببليه قطر نور مالما كي تعطي بلوك تعمل إكس إيجريك زيت هاو من البوان هذا البوان هذا البوان هذا وتعمل ببليكاسيون متاح من الكوردوني إلان جميع ببليه وتواسط الوضعي هذي إلى يوم الناسي هذا عام سبعة وسبعين عام سبعة وسبعين وثمانية وسبعين أجيب في السود متاح ذاك تحفر بير وتعمل ديكوفيرت متاع البوري دكو وقتها جاي وقالولهم كيفاش تحفروا غديك هذيك مش تابع تونس هذي الشان هذي تخلنا وقتها فيك القضية وتونس هي لشكيات راي تونس هي نمشيت للسي جي فيمتا المحكمة الدولية وهزو خبراء وهزو كذي في المحكمة الدولية تونس جابت الخبراء متاح قالوا راو البلاتو كونتيرونتال اللي هو الامتداد اليابسة على جورف القاري جورف القاري راهوا دو بوي دو مليون داني راهوا الى وست أست كمسا يعني يمشي فير لست لما الليبيين جابوا خبير أمريكي في الواحد وجوريست أمريكي قالوا لهم الى كات مليون داني جورف القاري كان سود نور بوا ايه امور معقدة ياسر معني مليش يعني جيتك للمجال يقال الخبير اذاك دوك اللي محكي ماشي كالتونس بش تجيبو يا اخي دوك اللي محكي ماشي قذات قذات قالت هذا يرجع للدولة التي اللي استعملته اللي استعملته اللي هي ليبيا بعد التطور التطور وعملوا شركة ميكس على أساس انه ثم حقول أخرى تشبه لذاك وكانت ترجع للفيديو متاع الرئيس في الاتاب وقت المشي قال كل متين مهمنين اللي هما في الأخر قال قال اليوم صار الوقت انه مش مشكل اما نطور الحقول اللي بحذيهما ذوما في ذوما وذك صحيح اللي ثم حق اللي هو ما اكتشف في تونس وغير متور وعليه ما احكي اخرى طب لا تقول انا عاد لا لا كان عادك المعلومة كلها عليك لا ما تورش هان يقول لك مكتشف عنده عشرين سنوات وما تورش وقال كلم اخرى وقال وعلينا ان نستثمر في التاقات المتجددة اللي موجودة في تونس كاملة هذي باش مدير في المفزارة التاقة ما يقولوش في عشرين ثانية شنو الاجندة متاع الهيدروجين الاخضر في العالم في العالم وفي تونس اعتقد انه في تونس واحد مسؤول قال يجب نحكيه عني بعد 2030 لكن في العالم سيكون هو الاقتصاد هو الدرايفر متاع الاقتصاد الأخضر في العالم الدراسة متاعكم وصلت للمسؤولين سياسيين في تونس باش عليش انا استثمرت فيها دراستي كيفاش تعني تعمل هي معنى بش يحلو لكم البيبان بش تاخد مو يا هكي تفبينك بيه هذا نعم في اليدروجين انا فيبينك بيك ان شاء الله القطاع هذي يكون يجيب التونس اولا منفع اقتصادية وكذلك منفع باقية شكرا لك انا ما تدرويش والحق هنا نجمو نعمل ساعتين معاك لانو المساء المهمة جدا حالينا عينينا على عدة مساء الانفوترا فيكم للميتيو احنا الميتيو وبعض الاخبار نتلقاوا الجمعة الجاية في عنا جندة بشكونوا مباشرة من الحمامات بمسنسبة المهرجين الدولي للسينما والإيفام شكرا لكم شكرا لكل فريق اللي يقدم معنا اليوم في عنا جندة الاخراج الرقمي والإخراج لقاو سبت جين وسنهار عنا جندة